سلام البنات لابس عليكم هانين تمنى تكونوا كامنين بخير سنشارك معكم اليوم كما يبالكم في التصويره طبق القزامية او الباستيشيو طريقة بسيطة اتمنى ان الفيديو يعجبكم وانتمنى انكم تشاركو مع الاصدقاء ديالكم فغادين دابا غادين ندخلو في المقادر ديالها بسيطة مكان ما ابسط من هات شي والديدة بزاب بزاف فالبنات وكتوجد في دقائق كتجي روعة روعة على مائدة الفطور او مائدة الصحور مدام احنا اه في ايام رمضان مباركة فبقوا معي بس تشوفوا طريقة ديالها مهم انا عندي هنا هي كتقدم اه في هاد الصحن اللي ما عندوش يقدر يدير اه في القراتان ولا اي حاجة ولا فتاجين ولا اي حاجة عندو يقدر بها كتجي نفس اللتة وهنا عنا العصوص باشاميل عاطيني حتلكم الليان دياله فصندوق الوصف كتجي روعة وتشاركتها معاكم مقبل اتمنى انكم تزربوها وتردو عليها كتجي غزالة وعنا هنا اه الفرماج ديال ليسوندويتشة تهو خاصنا وهنا الفرماج محكوك والدجاج اللي قليتم مقبل في الزيت مع الملحة وشوية ديالي بزار اللي يقدر يدير هاته مع هكا اللحم المدخن نكو عفو دبا في الظروف ديال اللي رحنا فيها ما نقدوش مش نجيب اللحم المدخن فغادي ندير انا بالدجاج تهيك جيل دياله وقليت واحد الكمية ديال فريت مقبل كل شي مو يموجدو دبا بقي غي اننا نخلطو هاد المقادر اول شي اليبينات كان نطلي او كان ندير الطابقة تحتانية ديال لصص بشامل وغادي نجيبو هاد شي كامل فهد هاد الطابق وغادي نخلطو الفريت مع الدجاج ونحطو عليها لصص بشامل ونحاولو ان نحن نخلطو هاد المكونات ما كي ما ابسط من هاد المقادر وما كي ما ابسط من هاد الطابق وكا تجي روعة متسورش اليبينات تجي غزالة غزالة بزيف بزاف وسهلة واحد من يكون عقزان انو يوجد العشاء او يوجد صحور دياله او شي حاجة خاصة يرفقه في طاولة الفطور فهذا مكان ما اسهل منها وكاد جيل ديدة ديدة بزاف بزاف البنات سافي انا هنا غادي نزيد هاد لاسوس بشاميل كاملة مقدر ديالها بساط هاد لاسوس بشاميل واحد السر اللي كنديرو انني كنزيد الفرمج باش كتزيدها لده على لده مهم انا غادي نخلي لكم ليه في صندوق الوصفة غادي نزيدو بهات الطريقة حتى نخلطو هاداك شي كامل في هاداك الطاجين سافي البنات بعد ما كبين اقاح هاداك اللاسوس بشاميل دابا غادي ننفوتو للمرحلة ديال اه دزواق بالفرماج هي اللي كتطيها وحد البنات زوين غادي نديرو هاد الفرماج ديال الصندويتشات فوق منها شحل ما بغيتو انا عدي نكسافي هنا غيب ثلاثة بحال هاكا البنات طبق ساهل والديد ودابا غادي نضيفو الفرماج اللي محكوك فوق منها لي بغاي زينها من الفوق بالزعتار ولا بشي حاجة وحد اخرى هاداك شي اختياري هي الطبقة ديالها هاكا الاصلية ديالها كتكون بالدجاج او باللحم المدخن او بدجاج واللحم المدخن ولكن اليوم انا كتافيت اغيب دجاج دا هي كتجي روعة روعة البنات والديده بزاف دابان يمزع داك الفرماج هاكا فوق منو وهاو اصبح طبق ديالنا جاهز ها هز دغيا دغيا وجدنا عادي نحشي ودابا فوح الفران اللي راسخون عيما بين هاداك الفرماج ديالنا ايدو وهي طبق ديالنا غادي يكون واجد فابقوا معا ما تشوفين ها هو الطبق ديالنا وجد محمر لون ديالو معا الاضاءة عندي اا الاضاءة ديالي بيضة بزا ما كتبينش طبق على احقيقتو مهم اللون ديالو احمر ودهبي غزال غزال لدة ديالها لا توصف على البنات جات فنة فنة اا نتمنى ان الفيديو يعجبكم وتمنى انكم تشاركو مع الاصدقاء ديالكم اا ان شاء الله فيديو جديد وغساة جديدة كان بغيكم كام لنا البنات يالله بيزو موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر